إلى جانب أسماء أشهر العظماء في التاريخ الروسي مثل لينين ويوري جاكارينا تعرض في إحدى مكتبات موسكو دفاتر وكتيبات تحمل صور ديكتاتور الاتحاد السوفيتي السابق جوزيف ستالين ما أثار الجدل بين الروس إذ حذر نشطاء لحقوق الإنسان من أن المنشورات سترسخ صورة إيجابية لستالين في أذهان الأطفال نقول إن هذا الشخص كان له وجود ونشير إلى ما حدث طيلة فترة حكمه البلاد الجيدة منها والسيئة أما التقويم فهو ليس من دورنا ربما هو هدف شخصي لأي كان وتثير شخصية ستالين الجدل فرغم أنه مسؤول عن مقتل الآلاف من أبناء وطنه ينظر إليه بتقدير لأنه قاد بلاده إلى النصر في الحرب العالمية الثانية أعتقد أنه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها استحضار أثر ستالين في المدارس ومجالات التربية والذي تمت المحافظة عليه للأسف في بلادنا وهو سلوك تجاه الدولة يظهرها كشيء خارق في حياة البشر وتشير معلومات في آخر صفحات الدفاتر الخارجية إلى معسكرات الجولاك في عهد ستالين وإلى المنجزات أيضا تحت قيادته وهو طموح يريد فلاديمير بوتين إحياءه اليوم